هنا بوابة واسط القديمة أو بوابة المدرسة الشرابية في مدينة الكوت معلم أثري من معالم العراق التاريخية المهملة رغم أهميتها البوابة كانت المدخلة لمحافظة واسط في العهد الأموي وتم بناؤها ما بين عامي 75 و83 للهجرة حيث كانت عاصمة العراق أنذاك حتى نهاية العهد الأموي بسبب موقعها الجغرافي المهم والرابط بين مدن البصرة والكوفة والمدائن والأحواز وتعاني بوابة واسط القديمة من الإهمال الحكومي حيث تفتقد لأي حماية أو ترميم منذ عام 2003 حتى أصبحت مرتعا لهواة الصيد ومكبا للنفايات أعتقد صيادين أو هيتشي جايبين وياهم برفقة مسلاح وشفتهم يطلقون نار يعني يرمون على المكان الأثري قال والله إحنا بكيفنا والمكان مكاننا وإحنا نتدرب على هذه البوابة اليوم هذه البوابة وهذا الأرض العظيم لمحافظة واسط جاي نجده مصد للرماية والمخلفات والمجانين العقل طبعا المرضى طبعا للحيوانات للكذا جاي صاير بكان لهم كبل النفايات مختصون في علم الآثار وأكاديميون حمل الجهات الحكومية مسؤولية إهمال هذا المعلم الأثري الفريد مطالبين بإيلائه الاهتمام الذي يستحقه ما يؤسف له حقيقة عدم وجود برنامج حكومي لتفعيل السياحة في مدينة واسط على وجه الخصوص وعدم وجود برنامج حكومي لاحتضان هذه الآثار وهذه المعلم لا نجد جهودا حقيقية للتنقيب أو لصيانة هذه الآثار نطلب من السيد المحافظ السادة المسؤولين وزير الثقافة والآثار الاهتمام بهذه المدينة توفير بعض المشاريع المهمة حتى تجذب السواح وبنفس الوقت يهتمون بها لأنها حتى ما منقبة بشكل مضبوط ولا تزال الكثير من أجزائها مضمورة أو تتعرض للخراب ضوابة واسط القديمة مهددة بالاندثار من جراء الفساد والإهمال الحكوميين حالها في ذلك حال أغلب المعالم الأثرية العراقية